بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرياضة المالية الوحدة السادسة القيمة الحالية والخصم في كثير من الأحيان يكون المطلوب إيجاد القيمة الحالية لمبلغ مستقبلي وهذا ما يحدث عند خصم الكمبيلات حيث يعلم المبلغ الذي سيدفع في تاريخ مستقبلي وهو المبلغ المثبت على وجه الكمبيالة إذن في هذه الحالة نحن نتكلم عن FV معلومة قيمة مثلا ألف تمام وهذه القيمة معلومة ومعلوم زمن استحقاقها على سبيل المثال بعد ثلاث سنوات تمام ويطلب مننا احتساب القيمة الحالية present value وطبعا القيمة الحالية القيمة الحالية هي عبارة عن القيمة المستقبلية مطروحا منها الخصم قيمة الفائدة أو قيمة الخصم الذي ينزل من القيمة المستقبلية لتعجيل الدفع لتعجيل الدفع احنا طبعا اتفقنا على أنه ريال اليوم أفضل من ريال المستقبل فإذا ألف ريال بعد ثلاث سنوات تستحق متوقع أن قيمتها اليوم تكون أقل أقل ليش؟ لأنه سنستلم مبالغ الريال الواحد فيها أفضل من الريال الموجود في الألف المستقبلية فممكن نحصل على سبعمية ممكن نحصل على سبعمية مقابل أن تكون هذه القيمة حالا في حالة الخصم تحسب القيمة الحالية الواجب دفعها وهي في العادة أقل من القيمة المستقبلية كما بينا قبل قليل الخصم الذي ينزل من القيمة الإسمية احنا قلنا قبل شوي أنه PV تساوي FV مطروحا منها الخصم اللي هو ديسكاونت تمام الآن هذا الخصم فيه إلو أكثر من طريقة لإحتسابه فيه طريقة بتقتضي أن يتم احتساب الخصم على القيمة المستقبلية للدين على F على FV تمام فممكن يحسب الخصم على F V اللي هي القيمة المستقبلية للدين حين إذن يسمى هذا الخصم بالخصم التجاري بالخصم التجاري وطبعا DC تساوي FV في R في N حيث DC هي الخصم التجاري FV هي القيمة المستقبلية للدين وR معدل الخصم الدوري أو معدل الفائدة طبعا الخصم هو عبارة عن فائدة لكنه إيش فائدة مطروحة فائدة مطروحة أو منزلة تمام من قيمة الدين ويحسب بنفس طريقة الفائدة اللي هي المعدل اللي هي القيمة في المعدل في الزمن بس طبعا هون الخصم التجاري حيحسب على إيش حيحسب على القيمة المستقبلية مش على القيمة الحالية للدين وإنما على القيمة المستقبلية طبعا DC إحنا يعني رمز يعني discount commercial FV اللي هي future value R اللي هي معدل الفائدة أو معدل الخصم الخصم الصحيح هو الذي يحسب على أصل الدين يعني الذي يحسب على إيش على PV تمام إذن الخصم نوعين خصم يحسب على FV منسميه خصم تجاري وخصم يحسب على PV منسميه الخصم الصحيح صيغة الخصم الصحيح BS تساوي PV في R في N حيث DS هي الخصم الصحيح أو discount standard PV هي القيمة الحالية للدين R معدل الفائدة أو معدل الخصم لأن الفائدة هنا تخصم دائما في الخصم التجاري أو في الخصم الصحيح الفائدة تخصم و N الزمن أو عدد الدورات القيمة الحالية التجارية والقيمة الحالية الصحيحة مثل ما قلنا بأن هناك خصم تجاري محسوب على القيمة المستقبلية فإن المتبقي من الدين بعد خصم الخصم التجاري أو بعد اقتطاع الخصم التجاري نسميه هنا القيمة الحالية التجارية وطبعا القيمة الحالية التجارية تخصم يعني تحسب بأن يقططع مثل ما بينا الخصم التجاري اللي هو الكوميرشل من القيمة المستقبلية وبالتالي يمكن الوصول إلى الصيغة المبينة أمامنا وهي القيمة الحالية present value commercial تساوي future value في 1 ناقص RN حيث present value commercial PVC هي القيمة الحالية التجارية القيمة الحالية الصحيحة هي المتبقي من قيمة الدين بعد اقتطاع الخصم الصحيح وصيغتها العامة PVS تساوي FV-DS طبعاً PVS اللي هي القيمة الحالية الصحيحة تمام وDS اللي هو الخصم الصحيح طبعاً الصيغة الأكثر عملية أو الأكثر استخداماً اللي هي PVS تساوي future value على 1 زائد RN طبعاً RN معروف R هو الrate المعدل وN هو الزمن مثال خصم شخصكم بآلة قيمتها الإسمية 10 ألاف ريال تستحق بعد 9 شهور بمعدل خصم أو فائدة بسيطة 12% سنوياً المطلوب احسب كلاً من ألف الخصم التجاري با القيمة الحالية التجارية جيم القيمة الحالية الصحيحة ودال الخصم الصحيح طبعاً لاحظوا أنه خصم شخص كومبيالة قيمتها الإسمية دائماً القيمة الإسمية للكومبيالة هي عبارة عن القيمة المستقبلية يعني FV تساوي 10 ألاف تستحق بعد 9 شهور N تساوي 9 شهور بمعدل خصم طبعاً بسيط أو فائدة بسيطة 12% سنوياً R تساوي 12% سنوياً لاحظ شهور وسنوياً تحتاج المسألة إلى تعديل المدة لتصبح بالسنوات حل مثال 12 المطلوب الأول الخصم التجاري قلنا أن الخصم التجاري هو الذي يحسب على القيمة المستقبلية للدين والقيمة المستقبلية للدين هي 10 ألاف مضروبة في معدل الفائدة طبعاً الصيغة اللي هي discount commercial تساوي FV مضروبة في R مضروبة في N الآن بالنسبة للFV هي العشرة ألاف R هي 12% سنوياً لكن لاحظ أن حولناها إلى سنوات ما قلنا 9 وإنما قلنا 9 على 12 لنحول المدة بالشهور إلى سنوات الناتج هو 900 ريال المطلوب بها القيمة الحالية التجارية القيمة الحالية التجارية هي القيمة الإسمية فيوتر باليو ناقص الدسكاونت كوميرشل ويساوي طبعاً 10 ألاف ناقص تسعمية تسع آلاف ومية القيمة الحالية الصحيحة طبعاً صيغتها P V S تساوي فيوتر فاليو على واحد زائد R N ففيوتر فاليو هي العشرة ألاف واحد زائد R 12% N كمان مرة بالسنوات 9 على 12 الناتج هو 9 ألاف ومية وأربع وسبعين فاصلة واحد وثلاثين طبعاً الخصم الصحيح الخصم الصحيح هو عبارة عن الفرق بين القيمة المستقبلية والقيمة الحالية الصحيحة 10 ألاف ناقص 9 ألاف ومية وأربع وسبعين بيعطيك 825 فاصلة 69